الفضائح احنا صح؟ مو بس انا والله انا اكتشف ان الناس تموت بالفضائح اكثر مني فنان كبير من عائلة فنية قعد انتوا يلا على حلو هالغطاية فنان من عائلة فنية كبيرة لم يتبقى منهم سواء اثنين هذا الفنان الكبير اقام دعوة على فنان منتج في آن واحد اثنين بواحد فنان منتج مقد الانتاج لان اشتغلوا اياه مسلسل قبل سنتين ويطالب اكثر من ستين الف دينار ولمنتج هذا الفنان ما مع ذلك وسكر تلفوناته لان طلابه صار وايد حبيبي ما انت مقد الانتاج لا تنتج 3 و 4 مسلسلات في السنة او في كل المضان انا سوي عملين حبيبي تشتغل عن نوتا من هاي مشكلتك مو مشكلة احد عطل اجير اجرة قبل ان شو يجف عرقة انت خليت عرقة وضعف والدهون انزلت والدنيا انزلت يعني عيب يعني ترى فكرة ترى خلينينا ساكتين ترى المسلسل اللي اشتغل هذا الفنان الكبير ترى نسخة من مسلسل دارة الايام حق الاعلامية الكبيرة فجر السعيد كوبي بست حتى في نجم هو نفس النجم في دارة الايام وعندك شيء من عدم الخجل واحترام الكبير انه تنصب على فنان ما عندك طبعا لما ما تسدد ويكلمك مرة وموريتين وتلافة وتسكر تليفوناتك وتنحاش فانت نصاب بالقانون نصاب وانا منه هو رفع عليك قضية انا واحدة لو يطلب مساعدتي وربو الكعبة حطله محامي مو بس يطلع منك الفلوس يطلع فلوسه وفوقها تعويض واتعاب المحامة عشان تيوز من شغل العفلانقية بس قاعد انت تقعد ما عندك ايه كتبولي عن الفنان الفلاني او الفنان الفلاني ترى اذا ما حضر او تأخر وعنده سوى غلط في اللوكيشن قولولي عشان اخصم عليه تموت في الخصم صح؟ لانه ما عندك اللي ما عندوش ما يلزموش لما ما يكون عندك فلوس تنتج وتفتح صدرك للانتاج اشتغلك ممثل ترى موعب بس لعني انا اللي بسير عبدالحسين عبدالرضى part two انا اللي بنتج انا اللي بمثل انا اللي بسوي كل شي واو واو كاهي حين فضيحتك صارت بقلاق لا وعندي واحد وعشان يعني الناس تفهم عنده واحد والله من اقرباء قريبين جدا هذا المنتج توهم متزوج يلا واحنا عندنا عندنا يعني جمهور يحب يحل الغطاوي شو وراننا الغاز لعبتنا بس سهلة صح سهلة خلصنا مننا خلنا تحجي عن شيء اخر شهر 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 شهر